بعد وقت وجيز من رفض سلطات المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرة دخول أجانب وصلوا بطائرة إماراتية تحت غطاء العمل الإنساني دون تصريح رسمين من الجهات الرسمية في الحكومة استيقظ سكان حديبو مركز المحافظة على اعتصام مسلح تنظمه عناصر مدعومة من الإمارات وهو مشهد غير معتاد في مجتمع الجزيرة النائية البعيدة عن البر اليمني جنوباً نحو 500 كم هذا التصعيد يأتي بعد اجتماع موسع حضره المئات من أنصار الإمارات دعا له أمس علي بن عيسى بن عفرار الذي يحمل الجنسية الإماراتية الأمر الذي مثل تحدياً لشرعية اليمنية التي لم تعلن حتى الآن التوقيع بشكل رسمياً على اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً هو أيضاً بحسب مراقبنا رسالة من أبو ظبي تريد بها التأكيد على قدرتها في التأثير من خلال استخدام الأدوات المحلية عدى ذلك هو امتحان أمني لقيارة السلطة المحلية في سقطرة في السيطرة فعلاً على مسرح الأحداث محافظ المحافظة رمزي محروس حمل قيادة التحالف مسؤولية ما اعتبره مظاهر تمرد ملوحاً بإجراءات رادعة وقال محروس في تصريح لقناة بلقيس إنه منح التحالف مهلة لإنهاء تمرد المسلح في الجزيرة وإنه وجه أجهزة الأمن بإنهاء المظاهر المسلحة وفتح الطرقات وإنه لن يسمح بالعبث بالأمن والاستقرار فيها من جانبه شدد رئيس الحكومة معين عبد الملك في اتصال هاتفي أجراه مع المحافظ محروس على ضرورة إنهاء الفوضى والحفاظ على مؤسسات الدولة والسلم الاجتماعي